اهلا بكم في فيديو جديد في سلسلة سكاي فاكتوري بعد الحلقة اللي فاتت اللي اشتغلنا فيها على الاتشيكين فارم وكمان اشتغلنا فيها على الشيستات الشيست دوت بتاع الموب تراب والشيست التاني اللي هنحط فيه الموارب بتاعتنا حالة النهاردة هنشتغل فيها على التنكر ويلا بنا نبدأ ثم بعد ما رجعنا التنكر لو تنتعرش ايه التنكر التنكر بيختصر هو حكت هو بيعمل اول فايدتين بيدب الاور في نفس الوقت بيعمل خليط ما بينهم يعني انا لو معي الايرون اور شنك ومسلا حطيته هنا في الفرن فهو هيتحول لها يطلع لي ايرون واحدة لكن انا لو حطيته في التنكر هيطلع لي بدا الواحدة ديه هيخلع لي طلع لي منها اتنين ايرون طيب دلوقتي هنعمله فين انا قررت ان انا عمله هنا مش بمؤكد لان او خليه على طول هنا في المكان دوت وطبعا المكان ده كده كل عشيله همدي هنا قدام واحط هنا جوه فدلوقتي انا محتاج ايه عشان ابني محتاجين السرد فطيب السرد دوت بتعمل ازاي هورغولكو دلوقتي بمفروض ان احنا نتبخو بيل جروت تايب جروت بتعمل ازاي محتاجين كلي وسند وجرافل محتاجين دول كده وبنحطوهم وبيتطلعوه لنا تمام وبعد كده بنتبخو فبيتطلعو لنا طيب احنا دلوقتي عايزين نعمله خلينا دلوقتي ايه نروح لكرافتنج ووريكم احنا محتاجين ايه عشان نعمله تقريبا كمعية محتاجين نطبخ طيب سند ده عشان محتاجين جلس ويه خلينا ووريكم الحاجات اللي احنا محتاجينها خليها نكتب هنا وفي المود تعالى نكتب هنا تنكر طيب خليها بعد رواتي نقلب كده ونجيبه الصفحة رقم 10 دي كده كل الحاجة اللي انا محتاجة هنا فخلينا ده عشان نخش هنا كرافتنج ونجيبها اول حاجة محتاجين بلوكات بس انا مش اختارب البلوكات دلوقتي خلينا نجيب اول حاجة السميلتر ادي اول واحد كده عايزين واحدة بس من السميلتر وتاني حاجة عايزين التانك التانك هو محتاج جلس طيب دي من كمان واحدة جتنا جلس اهي خلينا نعمل هنا التانك تمام خلينا طيب انفاد كده انرسس هنا ومحتاجين ايه تاني طيب وثالث حاجة محتاجين الفوسيت محتاجين منه اتنين خلينا نعمل دوت ونعمل من الفوسيت واحد تاني طيب ومحتاجين التيبل ومحتاجين البيزين بس كده خلينا نعمل بالباقي كله بلوكات 27 بلوكات 27 بلوكة يعني هيكفوا الزيادة كمان خلينا نعم مواريكم بيعني تعمل ازاي تريته ساعة القوي بس خلينا ناخد من هنا لوفا او ثلاثة كفاية ثلاثة او نجي ناخد واحدة تانيش كمحتاجين اربعة دلوقتي خلينا نجيب البلوكات ونعمل هنا لما اتنين في اتنين لما تتاف تلاتة فانا خلينا نعمل هنا ثلاثة في تلاتة ثلاثة بالمنزر دوت وخلينا نجيب هنا بلوكة ونحط هنا السميلتر والنحياة دي كده هنحط هنا التانج والنحياة او نسينا حاجة خلينا بمعنى يلقص هنا وانا شكلي خلصت دول طيب انا نعمل انا كنت محتاج الدرين ومحتاجين منه ستة فخليني طيب طب خلينا هوا بالمرة هوا اشرح لكم ازاي كمان جبناه خلينا تقريبا مع هنا جرافل طيب كويس محتاجين استات جرافل تمام خلينا نجيب باكت مية نحط هنا ونحول ده كده الكلي بس ده نحول هنا الكلي تمام ونعمل اهو نجيب الجرافل طيب وخلينا نخش نطبخ التمانية دول طيب وعبالما يتبخوا خليني او نوريكم باقي الحاجة احنا هنحط هنا التابل وهنحط هنا البازن التابل دي ايه فايدتها والبازن دي ايه فايدتها طيب التابل ديت اللي احنا هنحط هنا زي هنحط هنا زي حاجة كده منقوش عليها شكل الور هنعملها بالجولد وهنا هنحط ننزل هنا البلوكات وهنا البتاع اللي هنعملها هنا شكل الور خرينا ورها لكم اهي هنحط هنا حبيه هنحط هنا حبيه هنحط هنا حبيه ايرون اور وهننزل عليها هنا الجولد المتسخر وطبع عايزين هنا جولد معنا خلينا هنا اخط جولد معنا جولد بس قبل ما نعمل محتاجين نشوفها الطبخ طويلة لا محتاجين بس ستة طيب التابل اتبخوا خلينا هنا اعملها تمام وبعد ما عملناها خلينا هون نحطها هنا ونجيب من هنا بقى ايه نحط هنا الفوسيت هنا واحدة وهنا واحدة ونقفل خلينا نجيب هنا بلوكات تمام ونحط هنا بلوكة ونقفل طيب دقيقة خلينا هاي ده هو المكان تلاتة في تلاتة انفى هحطي بس من الور زي ما انتو شايفين كده انفى احطي تسعة بس خدا بس نرجحه من الاول مش انسيره عشان مش هتتان هنا لوفا طيب زي ما انتو شايفين هو تسعة لو احنا جينا وعملنا كده مش عارف كده هتزيده لاني محتاجة اقفل التلاتة اللي هناك دول كمان هبقى اقفلهم يعني خلينا عبارة ما نسير هاقفلهم بس دلوقتي خلينا نجيب هنا اللوفا تمام كده ونخلينا نحط هنا واحدة جولد قبل ما تنسير وهننزلها هنا عشان ناخد القصد عشان قدر اعمل ادب لنا الور فيه وعبال ما دي نسيت اوريكم الحاجات اللي انا اشغلت عليها ورق كواليس فلل تشيكين فارم خلينا كده نروح ووريكم شلت كل الفراخ اللي كانت هنا ووريكم ثم وسيلنا ال ايه طيب جبنا هوق خلينا نجوز دول عشان محتاجين دول يجولنا الستيل ورجعت واجبنا سيد عشان اجوزهم خليني اروح لهم واجوز الاتنين البعض واشوفهم هجيبولنا ايه جابولنا ايرون تاني فمعي كمية ايرون كتيرة جدا نستنين الكل ده يكبر واجبنا هنا اثنين الامونيوم ويه دي الايرون كمان دلوقتي خلينا نشيل حاجات دي كده ونروح نشوف زمانهم الجلد السهر طيب زمانتوا شايفين كده هوق الجلد السهر فخليها دلوقتي نفتح وننزل الجلد المسهور وخليه يبرد بس كده وادي كده الايرون اختفى وبقى معينا الانجت كاست طيب فيه الشكل ده لا فيه خمسين شكلي فيه كذا شكل فيه مثلا بتاعت البكاكس وفيه اشكال كتير وفيه منها بتعمل بالكليه طيب خلينا نحط دي كده وخلينا نطبخ الايرون ده كده كله وابل ما اتبخ عايزين خلينا نعمل من خلينا نعمل من السر دي تاني خلينا نحول دول الكلي ونبتدي نعمل تاني ونروح نطبخه طيب وابل ما يتبخوا خلينا نشوف دول يتبخوا ولا لا اديكم شايفين اهو اتبخوا ممكن انا ازل هنا اهو بلوكة وتبتدي تنشافه ممكن اعمل هنا خلينا نعمل هنا هنا اور وهنا البلوكة طبعا البلوكة هي بدأت تنزل اهو خلينا نعمل هنا اور تاني ولسه بصوا لسه فاضل كتير ولسه فاضل سبعة وابل ما دي كده ايه تنشاف خلينا نعمل هنا كذا ايرون خلينا نطبخ البقيين وابل ما دي البلوكة هي تبخوا زي ما انتهو شايفين لكن خلينا نوقف طبعا دي هكيد مستهاتة ميلي كاملة خلينا نعمل ما دي تسيح ويفي تعمش هتعمل البلوكة كاملة خلينا نشوف هتعملت ولا لأ طب كفاية اهو 12 خلينا نعمل الباقي هنا بس كده وخلينا اهو نطلع هنا اهو بالتلاتة وبس كده وتعالوا بقى كده نخش نشوف السملتر وزاد تاني اهو خلينا بعض الوقت نجيب هنا الور سرق واتبخوا كده اهو كلهم انا لسه نوعه اطول دي كمان وممكن كمانsol يعني زوب من هنا واحده عشان يكبيره تبقى بدل ثلاثة في ثلاثة خليها خمسة في خمسة. بس كده وخلصنا اول حاجة. عملناها خلينا بقى دلوقتي نشوف. قبل ما يتبقى خلينا دلوقتي نشتغل شوية على ال. على التشيكين فارم. خلينا دلوقتي نجوز. الساند للايرون وخلينا ناخد الايرون ديت. ونحطها هنا عشان يبتدي ببيض. ساند اهو جابلنا 11 ساند وايرون وهنا الالمونيوم. دي السا بطيق. ونشوف دول جابولنا ايه جابولنا ايرون برضو. تبقى الكل ودول محتاجين دول اللي جابولنا للستيل. طيب انا محتاجي للستيل في ايه خلينا وريكم الحاجة اللي انا نوعا عاملها. حلقة جاكة خانكتب موب. محتاجين هنا الموب فان. الموب فان سهلة جدا. بشغلها وبتزق. الموب عشان يعفل ميا بدل ما هما بيبوقفين هناك. وعشان اطورها اكتر ان انا خليهم يتزقوا. مسافات ابعد دي بتزق مسافة خمس بلوكات. وانا عاملها تقريبا سبع بلوكات. او بتزق بلوكات اللي قدام. ودي بتزق بلوكة دي بتطلع مش عارف اشترحالكو ازاي. خلينا طيب نعملها. عشان اشترحالكو. تجين الايرون ومحتاجين. ستون. سلاب ستون ومحتاجين ايه تاني. طيب هي بعد ما نصهر خلينا نفك دي ونعمل هنا بلوكة تانية. ونعمل الباقي هنا نصيره. محتاجين واحدة رادي ستون ومحتاجين سلاب. طيب هو خلينا تاب نعمل لهو الموب فان. خلينا الموب فان. خلينا هون شغالها ووريكم. انا رش هلتا كده وقفت. شايفين بتزقين الحدد ايه. ما قدرش حد يقفنا. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ايه خمسة او ستة ستة انت بتقف يعني ايه. عطر في خالص. بس شايفين هنا هون الجناب عادي خلينا نوقف. فانا محتاج اطورها ان خليها تزق من هنا يعني اطورها انها تزق من هنا مسلا جنبين زيادة ومن هنا جنبين زيادة. وتزق كمان لفوق وتزق لقدام. طيب ما عشان كان عالمها محتاجين الل sore fours فداية ايه دي. فتتت ستسنى بالالامونيوم. والالامونيوم هو جبنا الفرقة اللي بتعملها ومحتاجين دي تعمل. انتين دول بيتعملو دي بالالمونيوم ودي بالايرون ودي بالستيل. الرجل ما بيتجابش غير عن طريق. هو ما بتجابش غير عن طريق العين فالفرخة ستيل تعمل من ايه تعمل من الايرون وكول تخليف لنا الاستيل فهدفنا ان احنا نجيب نجيب الاستيل عشان نبتدي نشتغل على هناك نعمل في كذا اتجاه عشان نوقعهم ويجي لنا موارد اكتر فهنا كول دعنا نعمل الكل مع الايرون نشوف هتجيب لنا ترى الاستيل او لا جابت الاستيل تقريبا واخيرا جابت الاستيل دعنا نحطها هنا عشان تكبر طيب لسك تقول هدفنا ان احنا نجيبها وجبناها بسرعة طبعا محتاجين انها تكبر بسرعة بس مش دين من مشكلة نبدي تاجيزات الحلقة جاية كمان يعني انا بس ايه حبيت اوريكم التنكر اللي احنا عملناه وكمان الحلقة جاية ويخليني انزل قبل ماعمل انزل اوريكم الموارد اللي احنا جمعناها من الموب تراب اهو زي ما انتم شايفين خلان ننزل تحت ايه دا هاي الباكتجات في حلقة الحلقة جاية هنشتغل حلقة كاملة على ال بان احنا اول حاجة نعملها عايزين نعمل الفان اللي بتزقهم وعايزين كمان نعمل اللي بتفتح الباكتجات لوحدها فهنشتغل الحلقة جاية بس كده على الموب تراب وحلقة النهاردة كان بسيطة اول ان احنا نعمل التنكر هو بسيط لكن مهم ومفيد جدا وهيفيدنا كتير اول حلقات الجاية خلينا اهو ان احنا نشهر به موارد كتير ان انا محتاج في حاجة كتيرة محتاجين احنا ندبلها اهو زي الالمونيوم مثلا خلينا نجيب الالمونيوم بس الاول محتاجين نفضي الايرون دا كامل عشان ما يحصلش ما بينهم مزيج ويجيبوه لنا حاجة ما نعرفهاش بس كده في اللوفة دي كل ما تقل هنبقى نزودها بس كده ودي كانت نهاية الحلقة معنا حلقة بسيطة قوي عملنا فيها السملتر لو عجبكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتدعموني وتشارهوا الفيديو للناس اللي بتحب ترعب سكاي فاكتوري وبس كده ومع السلامة